أعزائي المشاهدين اخترنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن علم من كبار أعلام العراق في اختصاصه وفي عصره وقد اخترناه ليس لأنه الطبيب الوحيد في عصر كان يعج بكبار الأطباء في القرن الخامس للهجرة لكننا اخترناه لأنه كان رائدا ونحن نحاول في هذه السلسلة من الأحاديث أن نؤكد على دور الرواد دور الريادة التي تميز بها أهل العراق في تلك العصور ذلك هو الطبيب علي بن عيسى الكحال الموصلي وواضح من لقبه أنه من أبناء الموصل لكنه عاش في بغداد ودرس على يد علمائها لابد لنا من وقفة بسيطة نوضح بها ظروف نشأة هذا العالم هو ولد في بغداد من أصول الموصلية أسرته جاءت من الموصل وولد تحديدا في سنة 430 هجرية عصر القوة عصر الزهار في مدينة السلام اهتم لسبب لا نعرفه بفرع من فروع المعرفة الطبية وهو علم العيون طب العيون وهو فرع نادر حتى في ذلك الوقت قلة من الأطباء من تفرغ لدراسة هذا كان يدرس هذا العلم ضمن علوم الطب كما نقرأ في كتاب ابن سينا وفي كتب والرازي وغيرها تجد بابا في علم طب العيون إلى جانب الأبواب الأخرى لكن أن يختص رجل منذ بداية عهده بدراسة المعرفة الطبية بهذا العلم كان هذا شيئا تميز به علي بن عيسى الكحال وحتى يعني كما كان تجري الدراسة كما هي اليوم كان الدارس الطب يلجأ إلى أحد المستشفيات المشهورة يدرس الطب في المستشفى على يد طبيب شهير كما هي الدراسة اليوم يعني يقترن الجانب العملي السريري بالجانب النظري وقصد كما قصد كثير من الأطباء أو المتطببين أي المبتدئين بدراسة الطب إلى أكبر مستشفى في بغداد في ذلك العصر وهو المستشفى العضدي والذي كان يسمى المارستان العضدي والمارستان بمعنى المستشفى كان هذا المستشفى يعني مهما تماما لأنه شغل مساحة واسعة درس فيه وعالج فيه كبار أطباء العصر وظل موئلا للأطباء ومقصدا للمرضى حتى آخر عهد الدولة العباسية قصد هذا المستشفى يكفي أن نقول أنه كان يعمل في هذا المستشفى 24 طبيبا حاذقا يختارون بعناية فائقة هو تتلمذ على أبرزهم لا سيما في علم الطب طب العيون وهو ابن الطيب اسمه ابن الطيب تتلمذ على يد ابن الطيب وكان هذا ليس يعني عالما وطبيبا وإنما كان مؤلفا في الطب فقرأ كتبه ودرسها على يد أستاذه وعاش الحالات السريرية أمامه في المستشفى وكان يلحق بأستاذه كما يفعل طلبة الكلية الطبية اليوم حينما يلحقون بأساتذتهم يتعلمون منهم واقع العلاج والتشخيص وغير ذلك فعل ابن الكحال الكحال هنا ليس بمعنى الكحل وإنما بمعنى بالضبط تعني طبيب العيون كان يسمى كحالا فأحب هذا العلم واختص به حتى أصبح لقبا له ولم يعرفه أحد إلا بالكحال تتلمد على يد إذن ابن الطيب كونيت أبو الفرج ابن الطيب وكان هذا كما قلنا مؤلفا وله كتاب مهم في زمانه اسمه تعاليق في العين تعاليق تعليقات في العين لكن سنجد أن علي بن عيسى تفوق على أستاذه في ليس في دراسة الطب وفي التأليف فيه أيضا يعني ابتكر منهجا علميا رصينا في تسجيل الملاحظات النظرية والسريرية على نحو بز أستاذه بل بز كثير من الأطباء في زمانه ومن هنا كانت ريادته مارس الطب في المستشفى العضدي والتقى بزملاء له ذكرنا أن هذا المستشفى كان يعني يستوعب عددا كبيرا من المرضى كل الحالات التغيرية تجدها فيه ومن تلك الحالات يعني الالتهابات العيون وما يتعلق بها وما يتعلق بالأبصار وغير ذلك اهتم بهذا كله وألف فيه كتابا مهما تفوق على أستاذه فيه سماه تذكرة الكحالين تذكرة الكحالين يعني المرجع مرجع أطباء العيون كما لو أردنا أن نسميه تسمية أخرى اليوم هذا الكتاب برز فيه عالما طبيبا عالما ومؤلفا قسمه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول في تشريح العين والأقسام الأخرى في العلامات وفي العلاجات وفي غير ذلك ثلاثة أقسام تستوعب المعرفة الطبية في ذلك العصر في القرن الخامس الهجري يعني الحاج عشر الميلادي تستوعب المعرفة الطبية هذا الكتاب حقيقة كان له شأن ليس في زمانه وإنما أصبح دستورا للأطباء أي طبيب لا سيما أطباء العيون كان يجب أن يحفظ قالوا أن يحفظ هذا الكتاب قواعده ينبغي أن لا تنسى ولذلك كان يتوجب على الطبيب أن يحفظ هذا الكتاب أو أن يحفظ قواعده لا ندري بالضبط لكن كان يجب أن يكون متقنا لكل ما فيه بل أن بعض مؤرخي علم الطب من الأوروبيين جاءت شهادتهم إلى جانب هذا الكتاب فقالوا هذا الكتاب ظل يدرس في معاهد الطب في أوروبا حتى بدايات القرن الثامن عشر يعني إلى حدود ألف وسبعمية كان الطبيب إن كان من أي بلد أوروبي كان يضع هذا الكتاب في ضمن مصادره العلمية تصور هذا الكتاب إذن أصبح ككتاب القانون لبن سينا مرجعا عاما يعني للأطباء أينما كانوا وحلوا في بلاد العالم الإسلامي بل في أوروبا أيضا المهم أنه يعني المهم في الكتاب أنه لم يذكر أي معلوم إلا إذا كان قد مارسها بنفسه هذا شيء يحسب له الكتاب أصلا هو ملاحظات سريرية هو أصلا ملاحظات عملية هي نتائج لعلاجات قام بها تشخيص سليم قام به المهم أنه يستند إلى دراسة عملية وليس إلى دراسة نظرية كان الأطباء من قبل يكثرون الإشارة إلى الطب اليوناني القديم يعني كانت كتب جالينوس وبقراط هي مرجع أساسي يلجأ إليه الأطباء ليس في العراق وليس في بيادة الإسلامية وإنما في العالم المتحضر في ذلك الوقت ولكن الرجل ملك ككثير من الأطباء يعني المسلمين في العراق خاصة ملك من الجرأة بحيث جاء بجديد على هؤلاء فصار إذن هو المرجع الأساس في هذا نعم لينبغي أن لا نبخس كتاب المقالات في العين لحنين بن إسحاق مثلا هذا كتاب ظل يدرس ودستور للأطباء العيون حتى وقت متأخر لكن أيضا يجب أن لا ننسى أن تذكرة الكحالين كان واحدا إن لم يكن هو الكتاب الأبرز فالكتاب أحد الكتب البارزة والأساسية في دراسة هذا العلم الجليل يعني مما ينبغي أن نشير إليه هنا أنه تميز على الأطباء الآخرين بالدقة الإختصاص ذكرنا شيئا من هذا ونؤكد عليه فنقول أن طبعا هذا لم يكن يعفيه من أن يدرس مقدمات علم الطب ومقدمات علم الطب في ذلك العصر أن يقرأ كتب الفلسفة وقد تستغربون مع علاقة الفلسفة بالطب كان الطبيب ينبغي أن يدرس أولا علوم الفلسفة لماذا؟ ثم يدرس العلم الطب هو فعل هذا لماذا؟ لأن علم الفلسفة وجزء كبير منه هو علم المنطق يتعلم التفكير المنطقي لأن التفكير المنطقي يحتاجه حتى في دراسة الطب في دراسة كل العلوم علم المنطق هي طريقة عمل العقل في التفكير فكانوا يدرسون كتب الفلسفة فدرس هذا ثم هذه من ممهدات كما نقول اليوم الصفوف الأولى في الدراسة الطبية ثم درس علم الطب واختص بعلم الطب العيون بينما اعتكرنا أن الآخرين ما كانوا يعنون بهذه المسألة دقة التخصص فطارت شهرته وقصده المرضى من كل حد وصوب وبالتالي اكتشف هذا الرجل وأثبت 130 علة من علل العين 130 علة يعني ضرب الرقم القياسي كما نقول في تشخيص الأمراض التي تصيب العين إلى حد 130 طبعا هذا الرقم الآن متواضع لكن في ذلك العصر كان رائدا فيه وكانت طريقته في تدوين مادته العلمية أن يبتدئ بتشخيص المرض بالتشخيص ثم ينتقل إلى العلاج وكان منهجه رصينا تماما في هذا وحقيقة منهجه هذا لم يصبح منهجا للمختصين في مجال طب العين وإنما أصبح منهجا يتبعه الأطباء المؤلفون في كل عصر من بعده يعني كان منهجا علميا لو لم يدرس المنطق ولم يدرس العلوم الموهدة ربما لم يكن قد وفق إلى وضع هذا المنهج يبدأ بالتشخيص ثم بالأعراض ثم بالعلاج وحقيقة نستغرب هذا الرجل كم من المصطلحات ابتكرها مما يستخدم الآن في هذا المجال من المعرفة الطبية يعني بحث مثلا أو تكلم مثلا عن ووصف بدقة التهاب الشريان الصدغي والشريان القحفي وميز بينهما تكلم عن عن المرض الشقيقة عن علاقة مرض الشقيقة بقضية بالعين الشرايين حين تلتهب تكلم عن أعراض الرؤية قدم مقدمة مهمة للمؤلفين التالين أو العلماء التالين في أن يكتبوا عن قضية الإبصار يعني كيف يرى الإنسان هي مسألة تبدو الآن بديهية لكن في ذلك العصر كانت معضلة كيف يرى الإنسان هو قدم مقدمة سيتلقفها العلماء من بعد ويعني يشبعونها بحثا ويصلون فيها إلى نتائج محمودة تكلم عن قضية الإبصار حقيقة يعني هذا الكتاب يصعب على من يتكلم عنه في هذه العجالة أن يلم أو يحيط بأفانين المعرفة الطبية التي وعاه حقيقة في مجال واحد وهو في طب العيون كان الرجل أيضا ينبغي أن يقال كان إنسانا يعني لم يكن طبيبا وكفا كثير من الأطباء كانوا يعني نصفهم أنه كانوا إنسان كما نقول قبل أن يكون طبيبا يعني كانوا يعالجون بالمجان لمن هو في حاجة إلى العلاج كانوا يقدمون الأدوية كانوا يقومون بأعمال تساعد المرضى الذين لا يملكون ثمن دوائهم أو علاجهم أن يقدموا لهم ما يمكن أن يعينهم على تلك الظروف من الأشياء المهمة التي ينبغي لنا أن نذكرها أنه ابتكر وسائل تنويم تخدير يبدو أن الأطباء لم يجدوا أو أكثرهم لم يكونوا يجدوا غير وسائل نسميها الآن متخلفة يعني الكحول القمر إلى غير ذلك مما يجعل المريض يتقبل القيام ببعض العمليات الجراحية أو العلاجات الصعبة لكن هو الرجل لجأ إلى أنواع من العقاقير التي تقوم بدور المادة المخدرة اليوم لجأ إليها في تخديرهم كان واضحا أنه كان يقوم بعمليات تحتاج أن يخدر المريض إلى حد يمكنه ذلك التخدير من أن يقوم بما يحتاج أن يقوم به أيضا كتب كتابا غريبا في مجاله وهو في أعضاء الحيوان في أعضاء الحيوان وأنا أعتقد أن هذا المجال دراسة علم تشريح الحيوان كان مقدمة ومجالا لدراسة تشريح الإنسان إذ كان الذوق العام يأبى على الطبيب أن يشرح الإنسان يعني يرون في ذلك تمثيلا بجثته ولو لأغراض علمية كان هناك تحفظ لذلك كان من هذا الكتاب نفهم أن الرجل كان يجأ إلى تشريح أقرب الحيوانات إلى الإنسان من حيث التكوين الجسدي القرد القرود كان يربي الحيوانات ووصفها في كتابه مما دل على أنه لجأ إلى هذا الطريق نعم سبقه إلى ذلك يحنى من ما سويه كان يشرح القرود ويربي القرود لغرض التشريح لكن ينبغي أن نذكر أن هذا الرجل درس هذه الحيوانات من أجل دراسة تشريح العين وليس السائر البدن كله كتب وكتب في ذلك خلاصة تجربته في أعضاء الحيوان حقيقة أيضا من الكتب التي يعني بعيدة تبدو عن اختصاصه نذكر كتاب في معرفة الإصطرلاب هذا لا ندري ما العلاقة حقيقة الإصطرلاب آلة فلكية كان يلجأ لها الفلكيون في دراسة مجموعة من الظواهر الطبيعية والفلكية والقياسات المتعددة هو كان يبدو على هامش دراساته الطبية كان مهتما أيضا بعلم الفلك وكتب كتابا من المؤسف أنه لم يصلنا فيما أظن هو في علم الإصطرلاب كان هذا الرجل إذن يجمع بين صفتين الاختصاص الدقيق والفهم الموسوع للمعرفة وقد أحسن في المزاوج بين هذين الجانبين في شخصيته العلمية أفاد من كل هذه الاهتمامات في تعميق دراسته وترصينها حتى باتت كتبه وكتابه تذكرة الكحالين كما قلنا دستور العمل كما يقال اليوم لكل الأطباء في كل مكان حتى وقت قريب أقصد إلى يعني عام 1700 تقريبا بدايات القرن الثامن عشر نذكر هذا الرجل بخير نذكره لعلمه نذكره لإنسانيته نذكره لريادته نذكره لعمق تخصصه نذكره بخير للمنهج العلمي الذي ابتكره نترحم عليه وإلى حديث آخر عن علم آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة